طب احنا هنفضل كده لحد امتى؟ يا هنفضل كده النادي الاهلي بيعاني تحكميا لحد امتى؟ عندنا اخطاق فنية اه عندنا اخطاق فنية مفيش مشكلة المباراة الامباراة هتكلم عنها فنية برضو بشكل بسيط جدا لكن اخطاقنا الفنية احنا هنقدر نعالجها احنا نقدر نعالج اخطاقنا الفنية ونقدر نتضارك موقفنا ونقدر نحل كل الامور والازمات الفنية مفيش مشكلة عندنا جهاز فني قوي وعندنا لعبين مميزين واسقين في يوم كامل السقة لكن الأخطاء التحكمية بقى اتحاد الكرة هيعالجها ولا لا هيشوف حل فيها ولا لا احنا دي الحلقة الكاملة اللي نطلع نتكلم فيها بخصوص التحكيم على مدار الفترة اللي فاتت كتير جد طيب تعالي بقى في ايه في جزئية الأراء المختلفة او مش المختلف هو كان رأي واحد اللي كان مختلف وحاول لحضراتكم كان مختلف ليه وانبارح بعد المباراة دايما احنا بنوعد نتابع الفقرات التحليلية في مختلف الاستوديوهات التحليلية بخصوص أراءهم في الأمور التحكمية في المباراة والحالات التحكمية في اي مباراة يعني فانبارح الكابتن احمد الشنوي على قنوات On Time Sport الراجل قال الكورة مش هدف وقرار الحاكم كان صحيح بإلغاء هذا الهدف او قرار الفار تحديدا كان صريح بإلغاء هذا الهدف عني قررت برضو لحضراتكم كلام الكابتن احمد الشنوي هو له كل التقدير والاحترام لكن كان طبيعي جدا ومنطقي كان طبيعي جدا ومنطقي ان هو يقول ان الكورة مش جوه ليه بقى كان طبيعي لان ابنه الكابتن عمر الشنوي وبرضو له كامل التقدير والاحترام كان هو حاكم الفار في هذه المباراة فانا ابني حاكم الفار هطلع اقول يعني ابني غلط لا هقعد اجادل وما اديش فرصة لللي قدام انه يتكلم زي ما حصل مع الكابتن عماد متع بن برح كابتن احمد شبير في الستوديو كابتن محمد ابو العيلة نجم النادي الزمالك السابق مش فاكر كمان كان مين معه وما بيدومش فرصة حتى ان هما يتناقشوا في الجزئية دي فهو الرجل عنده ابنه يعني موجود في المطش وكان هو حاكم الفار فمش هيطلع ابنه غلطان حلو حلو تعالي بقى للناس الاقدم شو هي اللي قالت ان الكرة جون والناس اللي استغربت ان ازاي الكرة دي ما تحسبتش نبتدي بالكابتن جمال الغندور في احدى القنوات المبارح زي ما حراجتم شايفين كده التصريح اوه قالك ايه قالك الكرة جون صحيح مليون في المية جمال الغندور يعلق على هدف اي من اشرف وعقوبة الشنوي هو الرجل قال ايه في المداخلة بتاعته قال الهدف صحيح مليون في المية ومفوش اي نقاش مفيش مفيش اي حاجة تدفع انك تلغي هذا الهدف الحاجة الوحيدة ان يكون فيه توجهات معينة والله مش بنقول كلامه خلاص وانا لو تفتكروا من كام حلقة برضو اتكلمت معاكم في الجزئي دي طب بتعال الكابتن سامير محمود عصمون قالك ايه وهو حكم دولي كبير جدا قالك هدف الاهلي في البنك الاهلي صحيح مية في المية طب ايه الاسباب يا جماعة طب حاولوا تدوروا على اي مخرج يعني طب يمكن مثلا اي من اشرف ضرب المدافع ما ضربوش طب يمكن الكرة كرة ثابتة مثلا لا دي كرة متحركة الكرة ردت من العرضة فانت بتكمل تحاول تحطها جود ليه ليه ما تتحسبش هل هو ضرب المدافع بتاع البنك الاهلي ما ضربوش ما فيش اي احتكاك يدفع الحكم لالغاء الهدف فدي حاجة غريبة جدا جدا ده كان رأي الحكم كابتن سامير محمود امبرح كمان والحكم الانجليزي في برنامج كابتن احمد حسام ميدو اللي انا عايز اشيد به في الحقيقة كابتن احمد حسام ميدو لان هو كان كتب تويتا في الاول قالك يا جماعة كرة واضحة كرة طبعا مش هدف ما تتحسبش لكن هو اشتغل بجانب مهني ممتاز بصراحة جاب الحكم اللي هو يعني بيتواصل معه دايما ديرموت جالجير الحكم الدولي انجليزي السابق وقال ايه الحكم ده في المداخلة مع كابتن احمد حسام ميدو قال له هدف الاهلي امام البنك الاهلي صحيح مية في المية ولا اصدق قرار الحكم بإلغاء هذا الهدف الراجل مش مستوعب يعني بيقولك ايه الاسباب اللي خلت ان الحكم بتاع المطش ده يلغي الجندة هو الراجل مش مستوعب ده حكم انجليزي بقى لا تقولي بقى محسوب على اهلي محسوب على زمايك ولا علي نادي ده حكم انجليزي مجيش في الدنيا اول راجل بيتكلم في حالة قدامه فهو شاف الحالة قال لك يا جماعة ديس زي ما تحسبش جوء هو مستغرب فادي الناس اللي يعني ايه اللي حللت الهدف بشكل منطقي جدا من غير اي حسابات شخصية من غير اي حسابات شخصية وده اللي مهم جدا بالنسبة لي فدي امور يعني غريبة وواضحة وامر لازم يكون في خطوات عجلة وبالمناسبة بيان النادي الاهلي ده خطوة اولية يعني الخطوة الاولى كده ان احنا يا جماعة اوش بيان الخطاب يعني اللي ارسلوا النادي الاهلي للتحاد الكورة النهاردة ده خطوة اولية كده لغاية لما نشوف التحاد الكورة هيعمل ايه؟ هيحل القصة دي هيحل مشاكله التحكمية يشوف حل مع لجنة الحكام ولا ايه الوضع الموقف هيبزي تمام؟ حل اشتركوا في القناة